يعني لا يتوقع أن يتم حسم موضوع رئيس مجلس النواب في الجولة الثانية ولا يتوقع أن تكون هناك جولة ثالثة لأنه لا يستطيع أي من المرشحين أن يؤمن العدد الكافي 166 سوطان أنتم يعني ماذا تتوقعون هل كما أشار السيد أو الأستاذ عادل حضور السيد الحلبوسي التي قيل بأنه سيتم حسم الموضوع لكن حسب نظرة أو رؤية تدوس هذا عادل أنه ربما سيعقد الموقف حضور السيد الحلبوسي يعني بداية مساء الخير عليك وعلى جمهوركم وعلى ضيفك المحترم هي الفكرة أنه المرشح سالم العيساوي ليس له متبني يعني بعد بيان السيادة والعزم لم تكن هناك كتلة تقف خلف ترشيح أو إسناد السيد سالم العيساوي بالتالي اليوم عندما يدخل سالم العيساوي إلى مرحلة التصويت ويحصل على 95 صوت بدون دعم من كتلة معينة أعتقد أنه أكفت نوع من أنواع التفاوض يعني أكفت كتلة ما وصلت إلى مرحلة التفاوض فحبت أنه تصوت لسالم العيساوي بالجولة الأولى وهذا ما أعتقد من ذهاب السيد الحلبوسي نحن اليوم عندنا هي المشكلة الأساسية في تصويت التصويت التالي اليوم عذرا للمقاطع تأني أقرأ هذا العاجل نقلا عن مراسلنا فأن البرلمان يقرر الذهاب إلى جولة ثانية من التصويت الانتخاب الرئيسي الجديد الآن يبدأ التصويت لانتخاب رئيس مجلس الدواب حسب ما جاء موأب لغنا به مراسلنا تفضل السيد وائل المؤشرات أو الأسهم تذهب باتجاه أن أحد الأحزاب لم يلتزم بما أعلن عنه بدعم ترشيح الدكتور محمود المشهداني فذهب للتصويت لسيد سالم العيساوي أعتقد ذهاب الحلبوسي للبرلمان هو لمعالجة قضيتين قضية هذه الكتلة التي لم تلتزم لإكمال التفاوض معها لأجل انتخاب السيد محمود ويبدو أن هناك بعض النواب السنة من الذين قدموا أوراق باطلة هم ليسوا مع انتخاب لا محمود ولا سالم وهذه نقطة أيضا قد يكون السيد الحلبوسي ذهب لمعالجتها داخل قبة البرلمان بالتالي هي هادفة ممارسة برلمانية ما نقدر نقول عنها خاطئة هي بالتالي مسألة التوافقات وهذه التوافقات لن تأتي إلا بعدة اتفاقيات أعتقد أنه سيتم معالجة الموضوع وذهبين إلى جولة ثانية قد أختلف مع السيد ضيفك الكريم الأخ عادل مانا أعتقد أعتقد لست جازما يعني مو ظليع بالقانون بس ممكن إذا حصلوا الخمسين زاعد واحد من نسبة الحضور في الجولة الثانية تحصم القضية يعني مو المية وستة وستين ممكن أنه أعلى الأصوات ممكن أنه الخمسين زاعد واحد من الحضور